وجهت وزيرة تضمن الاجتماعي مايا مرسي فريق تدخل السريع المركزي بالوزارة بإنقاذ عدد من حالات الأشخاص بلا مأوى وادرست حالتهم ورعايتهم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية أوضحت الوزارة أن فريق تدخل السريع المركزي تعامل مع عدد من الحالات من بينها حالة مسن بلا مأوى حضرة لديوان الوزارة يطلب حمايته من وجوده بالشارع بعد أن تخلى عنه زوه وقام الفريق بدرست حالته وتبين أنه يعاني من إعاقة حركية ويتقاضى معاشا تأمينيا